السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي أخواني العزاء ورحب بكم في حلقة مختصة مفيد بعض الأشخاص رجالا ونساء صغارا وكبارا يدور في مخللتهم فكرة أن الله سبحانه وتعالى قد يستكثر على الله سبحانه وتعالى أن يعطيه المال أو أن يعطيه الأولاد أو أن يعطيه الوظيفة أو يعطيه ما يحب وما يريد في هذه الحياة الدنيا والحقيقة أن كنوز الله سبحانه وتعالى ملأ وكل شيء عنده بقدر وبإمكانه أن يعطيه لكل شخص ولكل إنسان أن يعطيه كرة أرضية بالكامل وهذه الكرة بالكامل لا تساوي لو قلنا ذرة رمل حبة رمل بل هي ذرة هباء في الجو هذه الذرة الصغيرة هي لا تعني عند الله شيئا إطلاقا لو أعطى لكل إنسان كرة أرضية بالكامل لا تعني له بمقدار هذه الذرة ولا تعني له شيئا إطلاقا عنده خزائنه ملأة ولكن ينزله بقدر ولو أعطى لكثير من الناس لو بغوا في الأرض كما تشير بعض الآيات ولكن أنت تتعلم إذا تعلمت طريقة الأخذ وقبل أن تتعلم طريقة الأخذ يجب تعرف كيف تتعلم وتتعلم طريقة العطاء فإذا تعلمتها وأتقنتها في حياتك فلا شك أنها سوف تجلب لك كثير من الخير والبركة والكثير يعتقد أن هذا العطاء أو هذه الأشياء التي سوف تحدث في حياته مقتصرة على الأشياء المادية كالمال والأولاد والوظائف والعمارات والبنايات والبيزنس وما إلى ذلك والحقيقة رغم أن هذا ذلك صحيح ولا شك فيه ولا غبار عليه إلا أن كثير من الأمور المعنوية لو حصلت في عقلك وقلبك ونفسك وجلبتها إلى يقينك كالمعرفة والإيمان واليقين بدرجاته لحصل لك كثير من المفاجآت وكان عطاء ربك كبيرا عليك في هذا المجال وفي ذاك المجال كذلك وكما تشاهد في خلفية هذا الفيديو فأن الله سبحانه وتعالى لا يبخل على شيء ولكن قدره ومقداره أن يعطيه بقدر ما تستحقه وبقدر ما يراك في العطاء وبقدر ما تتعلم فنون الجذب في حياتك وترتفع وترتقي بوعيك انظر إلى هذه الآية الكريمة في هذا المستشفى مستشفى الطيفة هنا قاعدين نصور في هذا الفيديو انظر أمامك بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب من يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير صدق الله العلي العظيم إنه عليم قدير فقادر على كل شيء وعليم فإذا استيقنت بدرجة يقينك أنه قدير وأنه عليم عندها القدرة وعند العلم لمن يعطي هذا اليقين يرفع من مستوى وعيك ويدخلك في طاقة أخرى من طاقات الخير والبركة والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته